السلام عليكم مشاهدين الكرام في آخر مستجدات جدري القرد بالمغرب معطيات متيرة عن إحدى الحالات المشتبه إصابتها بجدري القرود في المغرب أعلنت كما هو معلوم عشية اليوم الاثنين ثلاثة وعشرون مايو الجاري وزارة صحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل ثلاث حالات مشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرد بالمغرب وحسب مصادر خاصة فإن أحد الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض هو مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء وأنه متواجد بمدينة خنفرة وأضاف المصدر وفق أشكاين أن هذه الحالة خلقت ارتباكا واستنفارا لدى السلطات الصحية بالمدينة بالنظر إلى عدم معرفتهم بالبروتوكول الصحي المفروض تطبيقه عليها وبالتالي تم اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بكورونا فيما يخص مسألة الحجر الصحي يردف المتحدث في انتظار خروج نتائج تحاليل التي خدع لها والتي ستظهر يوم غد التلتاء وكان معاد المرابط المنصق لمركز الوطني لعمليات طوارئ العامة بوزارة صحة قد أورد في تصريح على الصفحة الرسمية للوزارة أن الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض هي بصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة ترجمة نانسي قنقر